يبدو أن ذلك هو لتخفيف الضغط الدولي وخصوصا أن عبدالهادي صار لي أكثر من ثمانين يوم في هذا الإضراب عن الطعام والكثير يخشى على صحته وحياته وراد النظام أن يصل للعالم رسالة أن عبدالهادي بصحة جيدة وأعتقد أنهم تقصدوا واختاروا أفضل صوره وقاموا بنشرها ولكن لا أعتقد ذلك سيخفف من الضغط الدولي ونعشدات الأمم المتحدة اليوم تؤكد ذلك هل إلا علاقة بالتزامن مع إعادة السنف محاكمته؟ والله أي واحد متتبع للإجراءات التي تسير الآن يرى أن النظام يريد أن يمطمط ويطول ويمدد في القضية قذر الإمكان وحسب اعتقادي أن النظام لا يوجد لديه حل الآن ولذلك لا يريد الإفراج عنهم ولا توجد هناك مؤشرات أن النظام يريد أن يفرج عنهم لا زالنا نحتاج إلى ضغوط أكثر في الداخل وعلى الصعيد الأقليمي والدولي أستاذ نبيل تنتظرك مذكرة استدعاء من قبل النيابة العامة بتهمة الاعتداء على الأجهزة النظامية هل هي تمهيداً لأعتقال حضرتك؟ يعني أنا ما عندي شك أن النظام يهيئ حاجة لي للتخلص مني للإسكاتي ولكن لا أعرف كيف ربما هم يعلمون ذلك ويمكن يكون الاعتقال وزجي في السجن بتهم كثيرة يكون هذا أحد الخيارات ولكن هذه هي ضريبة العمل وضريبة النضال ولا أخشى لا أعلم أين هي متجهة الأمور نعم النظام يستخدم العنف المفرد ضد المتظاهرين ويزج بالناس في السجون ويعتقل ويعدب ويقتل بدعم سعودي ودعم خليجي وهذا ما يجعل من النظام واقفاً على رجله حتى الآن ولكنني متأكد أن الشعب سوف لن يتراجع متأكد أن الناس سوف تستمر في نضالها مر أكثر من عام والناس لا زالت في الشارع ولا أعتقد أن هناك أي نوايا لتراجع الشعب والانتفاضة والثورة سوف تستمر ضد هذا النظام أما أن يصلح من نفسه أو أن يرحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر